السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بازن الله معنا مشروع جديد. المشروع عبارة عن اه بينفع ان انت تعمل تعدين انسحابي على عملة اه بيدخلك دخل سلبي يومي عبارة عن اه عملة يمكنك انسحابها او يمكنك عادة الاتصمار بيها في البداية لو انت مش مشترك معنا في قناة اه ياريت دعمنا بتفعيل زر الجرس اليسره كل جديد. عندي هنا ده الخاص بيهم بتحتاج ان انت تعمل في البداية او تعمل بحيث ان انت تكون على الاسمار. عندي هنا هتدوس رقم الفون. طبعا هنوقف الفيديو لغاية لما انا اعمل علشان قاطر الدياتا او هعمل تسجيل دخول. المفروض ان انا عملت كده تسجيل دخول بحيث ان انا كده ابقى قادر على الانسحاب دي اعتبر القواعد او الحاجات الخاصة بالمشروع. بحيث ان انت تبقى متابع كل حاجة خاصة بالمشروع. بتعمل اه او بتعمل على حسب ما انت عايز. هنا عندك اعطيك مية. اه بونس يعتبر بستة وستين دولار. اه في نفس الوقت ده يعتبر الترويج بتاعك اللي انت بتستخدمه. اه في الترويج. طبعا بالنسبة لحالات زي ما انتم شايفين هنشوف هنا ان المشروع يعتبر لسه جديد. اه طبعا هنا في بعض الحاجات او بعض الحاجات الخاصة بالمشروع بحيث ان انت تتابع كل حاجة على الخاص بيهم. ولكن في البداية انا بحتاج ان انا عمل هنا عندي الشير لو انا حابب ان انا يشارك اه الاصدقاء طبعا بيجي لي مكافئات المكافئات بتوصل اه لخمسة في المية بتوصل لتلاتة في المية. اه طبعا عندي هنا كل حاجة موجودة على هنا لو حابب تعمل هنا ده بحاجات بالنسبة اه للمشروع او حاجات خاصة تاني بالنسبة للمشروع. ولكن احنا في البداية هنعمل كل حاجة اه علشان تبقى واضح هنا عندك دي بالنسبة لحالات او المكافئات اللي انت بتستلمها. اه عندك كل حاجة بالفعل مشروحة على اه بحيث ان انت هتبقى التابع دي بعض او اه الحاجات الخاصة بينهم في وكيوكوين والحاجات اللي هي الخاصة وكي اكس وبيت ايمان. طبعا زي ما انتم شايفين هنحتاج ان احنا نعمل اه هيبقى عبارة عن عمل بحيث ان انت تبقى شايف كل حاجة خاصة على المشروع. اه طبعا اه الحاجات الخاصة دي هم حاجة اه بالنسبة المشروع نفسه. اه ولكن برضو هنطلع ونشوف كل حاجة اه خاصة ادرس كوبي بحيث ان انا روح اعمل دي وزدها ادرس او اه على عشرين. انا فاتح عندي كل حاجة اه بالفعل زي ما انتم شايفين. هجي هنا وهجيب انا عندي مية واتنين يعتبر موجودين. احط الادرس بتاع الخاص هنا. اه حدد لي هو او او انا هضغط الكمية كلها بحيث ان انا ابقى متاح على الانسحاب. اه طبعا هنلوس وصدره المفروض ان انت هتعمل بعد كده هيبعت لك الكود الخاص بيك على الايميل. هتتابع الايميل بتاعك. طبعا هنوقف التسجيل لغاية لما نشوف اه كل حاجة خاصة على المشروع. طبعا لو انتظرنا مع بعضينا ثانية كده. هتلاقي كل فيه كود جالك على الايميل بحيث ان انت اه تعمل اه تعمل او تعمل للكود نفسه. علشان يتم عملية الانسحاب. عندي الكود يعتبر هو اه ستة اربعة سبعة تسعة تلاتة تمانية. طبعا فيه كود بتاع جوجل الخاص بيعتبر بالبلاد فورم او بالمنصة. ودي تبقى حاجات حماية اه زي ما انتم شايفين. اه كده المفروض ان انا كملت العملية. هنتظر دقيقة بحيث ان يتم اه الوصدره ويبقى ظاهر. انا انتظر ونوقف الفيديو سواني. بالفعل تم الانسحاب بنجاح. ولو مشينا على اله هنا ودوسنا يعتبر هجيب لي واصدره كومبيليت. زي ما انتم شايفين كومبيليتد. اه مية واحد. اه طبعا هنرجع تاني له هنا نعمل بحيث ان انت اه تشوف اه كل حاجة على المشروع. او تشوف بتاعك او تشوف الادع بتاعك سمع ولا لسه. كان عندي اعتبر الف اه هنا وتم اضافة مية. طبعا هحتاج ان انا اعمل وصدره اه للمشروع او وصدره للارباح بتاعتي. اه بحيث ان انت تبقى شايف كل اه حاجة. هنا لو ضغطت هنا هيجيلك اه بالنسبة او الوصدره. عندي اه الحاجات اللي هي بتاعت الربح. زي ما انتم شايفين ده بالنسبة اه موجود الف مية واحد. عندي هنا لو حبيت ان انا عمل انسحاب. هرجع تقني وادوس وصدره. هجيب الادرس او هحتاج ان انا هجيب الادرس. زي ما انت شايف الكمية اقل حاجة اه متين اه اتنين ونص. اه برضو هحتاج ان انا اطلع وهجيب التيار اكس بحيث ان انت تكون او قادر على السمار او قادر على سحب ارباحك. هنطلع هنا نجيب الادرس بتاع تير اكس. اه بحيث ان انت هتكون قادر تير اكس. المفروض ان ظهر معي هختار شبكة اه تير سي عشرين عشان تبقى اه على نفس البرتقول. اه هروح هنا المفروض ان انا هعمل انسحاب هنا ما كان الادرس بتاعي وهنا ده البصورد بتاعي. الكمية المطلوبة المفروض انها هتكون هنا اتنين ونص. اه ولكن هنعمل اه كده بحيث ان انت تكون شايف الكمية كلها اللي هي تطلع من محفظتك. ومجرد ما انت عندك زي ما انت شايف اه اعتبر لسه برضو ما تمتش. عندك البالانس المتاح اعتبر اتنين اه ولكن هنخليها اتنين واربعة بحيث ان انت تبقى شايف الكمية كلها عندك على اه محفظتك. هنخليها اتنين بس علشان تبقى اه قادر على الانسحاب. وهنشوف هنا ده بالنسبة الانتر كود. هنشوف ايه كود المطلوب بحيث ان انت اه ده بالنسبة الرقم بتاعك او البصورد بتاعك. الوصدره يعتبر تم بنجاح. ولكن هننتظر دي اه بحيث ان هو يسمع على الحساب بتاعي او يسمع على الايميل بتاعي. لو عملنا المفروض هننتظر دي اه لغاية لما تاخد وبعد كده هنشوف اه كم هيصل على الحساب. بحيث ان انت تبقى عارف كل حاجة. ده كان اخر اه او اخر معاملة وصلت عندي. كانت اه يعتبر هنشوف اه الخاص. كان يعتبر كان اتنين اتنين دي معاملة تاني. ولكن هننتظر دي اه ده بالنسبة الوصدره اللي تم انسحابه اللي هي مية واحد. ولكن هننتظر دي اه ونعمل اه بحيث ان انت تبقى متابع او تبقى شايف كل اه حاجة الوصدره بيتم بنجاح وبيتم بسلاسة من على المشروع. اه عندي هنا هننتظر دي بحيث ان احنا اه نأكد عملية الانسحاب. لو جينا هنا او جينا على الكلمة دي وضغطنا على البروفيت هتلاقي عندي هنا اه كل حاجة اتنين اه اعتبر تمت بنجاح. وخرجت من الحساب ولكن احنا منتظرين اه تأكيد الدفع على اليميل. بحيث ان انت تبقى شايف كل حاجة زي ما انتم شايفين هنا ده زي ما انتا شايف اتنين لو عملنا كده المفروض ان هتظهر عندي في الاشعارات او هتظهر عندي اه في كل حاجة بالنسبة اللي انا عملته او الوصدره اللي انا عملته هنا زي ما انتا شايف اتنين بالفعل تمت ولو فتحت هنا او نزلت هنا اتلاقي اه في عملية جديدة لسه عملت اللي هي الاتنين بنجاح. اه طبعا المشروع فلو حابب تستصمر دي حريتك الشخصية. عندك الرابط بتاع الشير او بتاع الحالات الخاص بيك. اه المفروض اهو تعمل قوبي دي. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.